اهلا بكم في تاتة مطبخة النهاردة فيديو مختلف شوية مشروع صغير ممكن تعمليه وانتي قاعدة في البيت تجيبيه الحاجات اللي بنتك وياتشتغل اعرفكم على الحاجات اللي بنحتاجها ممكن تبدأ مشروعك ده بمسلا مبدئيا ممكن تعمليه بمتين جنيه بقى بس اهم حاجة طبعا التسويق دي اشكال الحاجات والخامات كده فرجة سريعة وبعد كده هنمسك حاجة حاجة ونعملها مع بعض ده مبدئيا ده الخط ابيض وخط اسود فيه منه مقاسين مقاس تمانية ومقاس واحد انا بفضل مقاس تمانية انه ببقى رفيع فبيتربط كويس دي بقى رقديمة مقاس تمانية زي الابيض بالزبط شوفوا مقاس واحد تخين يعني شوفوا جانب ده شكل وفيه نفس الحاجة بس شكل تاني وده برضو ممكن تعملي منه انسلات وممكن تعملي منه حززات بتركب فيها الحلقة وتشبكيها في السلسلة فيه بقى خرز بيبقى حروف كده تكوني حرف اسم سوري دي بقى اشكال سلاسل واشكال حززات طبعا كل ما حلها هتروحي هتلاقي الاشكال دي دي اشكال سلاسل انا عاملاها بتشتري السلاسل لوحدها والشكل لوحده بتتباع بالمتر فانتي بقى ممكن تجيبي زي ما انتي عايزة المتر بيبقى باتنين جنيه حسب برضو النوع في باتنين في بتلاتة في بخمسة في بعشرة حسب شكل السلسلة دي بيتباع عقاد كده طبعا كل الالوان ومقاسات مختلفة ده المقاس الصغير قوي ده بيتباع بالجرام وفيه طبعا محلات كبيرة في القائرة بيتباع بالكيلو دي برضو حززات رجالي بتتباع بالمتر وانتي بتركب لها اللقفال دي بقى هي حززات انا عاملاها ايه اشكال كتير يعني شوفوا دي اللي كان بتتعمل الانسيالة حطت منها الحززة برضو من غير اشكال تشكلي بقى بالخرز كده طبعا التقفيل في الاخر بتقسقصي بقى كل الالقساتك اللي طلعة دي بعد ما تخلصي كل الشغل ده الخرز الالوان ممكن تحطينه علاقات كده اشكال كتير جدا والالوان كتيرة جدا العلاقات دي بيبقى بالجرام يعني العشرة جرام ساعات بيبقوا باربعة جنيه ساعات بيبقوا بتلاتة جنيه وطبعا حسب الوزن كل شكل بيختلف الوزن بتاعه عن التاني السلاسل الذهبي والفديو والشكل التاني ده وطبعا مقاسات في حلقات كبيرة وحلقات صغيرة بتتبع بالمتر كده انت بقى بتقيسي مرة واحدة عليكي وبعد كده بتقطع الباقي كده دوب بتشديها بتقطع هنا هوريكي بقى هنركب السلسلة ازاي دي الحلقات ما بيبقى معاكي بتاع اللي شبه البنسة دي ومقاس بتفتحي الحلقة وهي وتدخليها في السلسلة كده وابتاخد يقفل وتركبيه وهي تقفلي كويس الحلقات دي برضو في منها مقاسات فيتخلي بالك من مقاس عشانا في مرة جبت حلقة كبيرة فشكلها بايخ جدا لما ركبت في السلسلة هفتح واحدة تاني واركبها في الناحية التانية هركبها قصدي في العلاقة وادخلها في السلسلة هركبها والعلقات الصغيرة اللي هي الدوائر الصغيرة دي بتتبع برضو بالوزن تقوله عايزة بخمسة جنيه بثلاثة جنيه هيديكي عادي هي واللقفال اللقفال اللي اربعة بجنيه وساعات الثلاثة بجنيه حسب الخامة بتاعتها يعني انتي ممكن تجيب الحاجات دي اللي هيكي انتي تعمليها وبنطك لو في مدرسة او دروس واكيد كلنا عندنا بلدنا في دارس ودروس اه ممكن يبعها او تتعاملي مع محلات انتي تعملي واتبيعي لهم اهو لما ايدك بتاخد عليها بتلاقيها بسيطة جدا هنا اللي هنعمل بقى حززة اسامي بتشوفي انتي اول حززة بتعمليها بتقسيها على ايدك وتشوفي بتاخد كام حباية آآ خرز من المقاس ده يعني مثلا المقاس اللي هو الوسط ده بياخد آآ 18 واحدة فبحط آآ اللي بشيل اللي هو عدد الحروف واقسم نصهم النحية ده ونصهم النحية التاني عشان يطلع الاسم في النص دخلت بقى كل الحروف هكمل بالاسود اهو ده شكلها هربط بقى يا بصي انا هنا بربط ربطتين وهشد جامل هشد بقى من بين الخرز لو لقيتها بتفك معايا يبقى ما تربطتش حلو ما فكتش ما يشوفوا انا عملها شد فلاقيها بتفك فاربه التاني لحد ما اللي القستك يلم على بعضه اهو كده خلاص تمام واقص بعد كده اهو اه ده اسم شروق ودودو بيبقى شكلهم حلو جدا والحروف ده لو شاريتي بالحرفة بجنيه بالكيس بس في كيس كده على بعضه بخمسة وسبعين جنيه دي سلاسل على مقاس الرقبة بس اه بتبقى حلوة جدا ده شكلها والطول بتاعها بيبقى يدوب على مقاس الرقبة بس ممكن تحطي القفلة من قدام ممكن تحطي القفلة من وراء كده زي دي الدهب انا حطي القفلة من قدام دي بقى اشكال حززات كتير جدا ولو عندك اطفال بيحبوا جدا يعملوا الحاجات دي يعني انت ممكن تجيب لهم الحاجات دي وهما يعملوها وزي ما قلتلك مش مكلف يعني زي اي مشروع دي بقى السلاسل بعد ما تغلي فيها ممكن لو عايزة تبقى فيها ورقة كاملة زي اللي بتشتريها من المحلات اه بتتباع الورقة برضو بالكيس بكل حاجة بس كل حاجة ولها تمام دي اشكال بقى انا كنت عاملها من الاول اه مش موجودة في الشغل الجديد ودي اشكال الانسلات اه ان شاء الله يعجبكم الفيديو ده ويكون قفتكم ان شاء الله وطابعوني على تطاق مطبخ باي باي اشتركوا في القناة